السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طيب احنا في موضوع اخر ممكن نتكلم عنه في موضوع الادارة المشاريع طبعا احنا حاليا اعطينا السوع وبلشنا من البروجيكت اونر صاحب المشروع وكيف انه المشروع تحول الى اقوار رزمية وكيف انه حولنا الموضوع الى سكرام ماستر والان وصلنا لفريق التطوير طبعا بالنسبة لك كمدير مشاريع ممكن تاخذ فكرة عن التطوير احنا كيف نشتغلها خلف الكواليس طيب احنا موضوعنا راح يكون عن الدياتابيز احنا نعرف انه الدياتابيز في اختصاص خاص في كثير من دول اصلا هندسة خاصة في موضوع الدياتابيز الدياتابيز ليست بهذه السهولة يمكن بنلاحظ بكثير من مشاريع لما نستخدم كثير من فريمورك بنلاحظ انه الفريمورك هو اللي يقوم بعمل اعدادات للدياتابيز وقد لا نهتم بالموضوع كثير بس لكن فعلا الدياتابيز موضوع خطير جدا موضوع مهم جدا وهو يعتبر قلب المشروع يعني اذا كان الدياتابيز ليس من النوع الجيد قد يقف المشروع لسبب معين او قد لا يتطور المشروع او يمكن يستمر سنة سنتين ويموت المشروع فاذا الدياتابيز موضوع جدا جدا مهم جدا حساس مهم جدا انه نعرف كيف نتعامل مع الدياتابيز مع الدياتابيز مع الدياتابيز ويضا نعمل فيها موضوع طبعا اكيد احنا كمبرمجين لازم يسرعدنا الصورة فكرة عدد التابلات وما هي اجزاء التابلات وكل تابل شون الموجود فيها وحننعرف في عالمنا في نوعين من الدياتابيز الاسكويل والنو اسكويل الاسكويل القصد فيها اللي هو الوراكل بوستغري مي اسكويل اسكويل سيرفر حتى الاسكويل لايت انو اسكويل في كتير في عندك الكويتش دي بي في عندك الفاير بيز في عندك المونغو دي بي واشياء اخرى يعني احنا نعرف انه جماعة الاسكويل اللي هو بتشتغل على اساس الستركتشورد كويري لانجوج تعتمد على العلاقات في مبدأ العمل بالطرف الاخر بيشتغل على اساس الوبجكت انو كل شي انت عندك عبارة عن اوبجكت عبارة عن تغتيب جيسون فايل لن نختلف في الموضوعين كل واحد من عدهم الى استخداماته حسب ويعتمد على حسب نوع المشروع مشروعك هو اللي بيحدد سواء تذهب مع الاسكويل او تذهب مع الاسكويل طيب بالنسبة للموديل بالنسبة للستركتشور كيف انو ابني المشاريع فان اللي احتاج من عندك انو تقوم بتحميل ماي اسكويل وورك بنج اللي هو موجود في موقع ماي اسكويل ممكن انو انت تحمله تعمله دعم اللوت بيدعم اكثر من نسخه بيدعم اللينيكس والماك والويندوز الفكرة من عنده انو احنا راح نعمل ديزاين للداتابيز طبعا لجماعة النوع اسكويل ايضا ينصحكم تستعلمون هذا يعني اللي الرسم خريطة واضحة عن الداتابيز كيف يكون الداتابيز او على اي شيء مبني الداتابيز الخاص بيك يعني مجرد تكتب هنانا وورك بنج اوكي تعمل السيرتش وورك بنج تعمل السيرتش بالجوجل راح يطلع لك اول واحد مجرد انو تعمل كليك بياهوذك لمكان الداولوود فممكن انو اعمل هنا الداولوود لاحظوا هنا وورك بنج 3.6 بتصور اللي عندي ما بعرف والله النسخة اللي عندي about اه 3.6 اوكي الحديثة تمام 3.6 فتنزل للأسفل لاحظوا support في عندك الماك في عندك الفيدورا redhat ubuntu microsoft تقدر تختار نسخة اللي اليك حتى السورس كود معاها موجود لانه اصلا هي مفتوحة المصدر فبمعنى اخر انو الورك بنج راح نستخدمها لسبب الموديلينج انو احنا نعمل موديل عن طريقها بنعرف الداتابيز واجزاء الداتابيز الموجودة خلونا نوقف هنا نكمل رسالة القادمة مع السلامة اشتركوا في القناة